الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 اتحكم في تعزيز الشاحن التوربيني الشاحن الفائق دائرة جهد الامداد عالية ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC وينطبق عادة على مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتمادا على السنة تكوين ونموذج وتكوين مجموعة نقل الحركة تستخدم الشواحن التوربينية والشواحن الفائقة وأي أنظمة تحريض قصري أخرى لهذه المادة الطاقة المولدة من المحرك مثل نبضات العادم والنوع اللولبي الذي يحركه الحزام وما إلى ذلك لزيادة كمية الهواء التي يمكن إدخالها إلى غرفة الاحتراق زيادة الكفاءة الحجمية بالنظر إلى حقيقة أنه في أنظمة الحث القصري يجب أن تختلف ضغوط الصحب وتحتاج إلى التعديل وفقا لاحتياجات المشغل الكثيرة للطاقة يستخدم المصنعون شكلا من صمام التحكم في التعزيز أي كي أي بوابة النفايات الملف اللولبي للتحكم في التعزيز وما إلى ذلك والذي يتم مراقبته والتحكم فيه بواسطة ECM وحدة التحكم في المحرك للتأكد من أن خليط الهواء الوقود متساوي القياس مثالي يتم ذلك عن طريق تعديل دوارات الشاحن ميكانيكيا هذه المبيدات مسؤولة عن ضبط كمية التعزيز ضغط الصحب للغرفة كما يمكنك أن تتخيل قد تتسبب مشكلة داخل مكون التحكم في التعزيز في مشكلات في قابلية القيادة تكمن المشكلة في أنه عندما يفقد نظام التحكم في المحرك ECM التحكم في التعزيز عادة ما تدخل سيارتك في وضع يعرج لتجنب تلف المحرك عبر حالات زيادة نقص التعزيز مما يؤدي إلى مزيج غني أو ضر محتمل الضرر أو الهزيل فيما يتعلق بالحرف A هنا يمكن أن يكون التمييز بين الموصل والأسلاك ومجموعة الدوائر وما إلى ذلك ومع ذلك فإن مواصفات الشركة المصنعة هي أفضل مورد يمكن أن يكون لديك لذلك يضيء ECM ضوء فحص المحرك CEL باء P006F والرموز ذات الصلة عندما يكتشف خلا في نظام التحكم في التعزيز يتم تنشيط P006FDTC عندما تكتشف ECM وحدة التحكم في المحرك قيمة كهربائية أعلى من المتوقع في دائرة جهد إمداد التحكم في التعزيز الشاحن التوربيني والمكونات ذات الصلة ما مدى خطورة هذا DTC تم تعيين الخطورة إلى متوسط مرتفع عندما تكون هناك مشكلة في نظام الحث القصري فإنك تخاطر بتغيير نسبة الهواء الوقود والتي في رأيي يمكن أن تتسبب في تلف كبير للمحرك إذا تم تجاهلها أو تركها دون مراقبة لا تخاطر فقط بإطلاف مكونات المحرك الداخلية ولكنك ستحصل على عدد كبير من الوقود في هذه العملية لذلك من مصلحتك إصلاح أي أخطاء داخل نظام الحث القصري ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P006F مستويات طاقة منخفضة أو غير منتظمة أو غير طبيعية الرمز قد تتضمن أسباب رمز P006F الملف اللولبي للتحكم في التعزيز المعيب أو التالف على سبيل المثال ذراع عالق مكسور منحني التآكل الذي يسبب مقاومة عالية الموصلات الدبابيس الأرضية مشكلة الأسلاك مثل المتوترة المفتوحة مشكلة قصيرة في الطاقة وقصيرة في الأرض وما إلى ذلك مشكلة داخلية وحدة التحكم في المحرك السخام المفرط للعادم في دوارات الشاحن مما يسبب ركود نمر دفعاً نخضاً غير صحيحاً دفعة غير صحيحة مشكلة وحدة التحكم في التعزيز تسرب العادم ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P006F الخطوة الأساسية رقم واحد ملاحظة مهمة يجب تذكرها هي أن أنظمة الحث القصري تولد كمية خطيرة من الحرارة وستحرق بشارتك بشكل خطير إذا كان المحرك غير محمي أو باردو مع ذلك حدد موقع الملف اللولبي للتحكم في التعزيز بشكل مرئي عادة يتم تركيبها مباشرة على الشاحن نفسه ولكن ليس في جميع الأوقات بمجرد تحديد الموقع تأكد من أن وظيفته الميكانيكية تصل إلى المستوى هذا أمر ضروري لأنه بعد كل شيء فإنه يتحكم ميكانيكياً في الشاحن الخاص بك ويعزز الضغوط إذا كان بإمكانك تحريك الذراع دوياً من الملف اللولبي إلى غلاف الشاحن فهذه علامة جيدة ضعف اعتبارك أنه في بعض الأنظمة لا يمكن القيام بذلك الخطوة الأساسية رقم 2 التي رأيتها في بعض الأحيان تمتلك هذه الملفات اللولبية أذرع قابلة للتعديل تساعد في العثور على البقعة الحلوة بالطبع هذا يختلف اختلافاً كبيراً بين الشركات المصنعة لذا قم بإجراء بحثك أولاً ملاحظةً كن غير جراحي قدر الإمكان هنا لا تريد إطلاف مكونات الشاحن لأنها تميل إلى أن تكون باهظة الثمن الخطوة الأساسية رقم 3 اعتماداً على الإعداد الخاص بك قد يتم تركيب الوحدة مباشرة على عنصر تحكم التعزيز دعنا نقول كما التجمع إذا كان الأمر كذلك فتأكد من عدم وجود علامات على تسرب المياه من المرجح أن يتم استبدال أي علامة على التآكل الماء، تلف، والتجمع أو إن أمكن، الوحدة فقط الخطوة الأساسية رقم 4 انتبه جيداً للأدوات المستخدمة في الملف اللولبي للتحكم في التعزيز يتم توجيه هذه على مقربة من كمية الحرارة الضارة معظم الوقت، إذا كان هناك ضرر حراري فسيكون ذلك واضحاً في وقت مبكر من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها